أصبح واضحا اتساع نطاق الخلاف المصري الأمريكي منذ عزل الرئيس محمد مرسي التباعد بين الطرفين يتجسد في التلويح الأمريكي المستمر بقطع المساعدات الأمريكية للقاهرة وفي استمرار الانتقادات لممارسات الحكم الجديد إزاء جماعة الإخوان وآخرها وصف واشنطن اعتقال المتحدث باسم الجماعة بأنه سياسي موقف واشنطن الغامض والمرتبك زاء العملية السياسية في مصر أثار استياء المصريين وبدأت ترتفع أصوات مطالبة بالبحث عن حلفاء استراتيجيين جدد وفي مقدمتهم روسيا التيار الناصري من أشد المدافعين والدافعين في هذا الاتجاه وخصوصا مع تنامي حضوره في الشارع المصري خيارة مصر واحتمالات تغيير تموضعها السياسي والاستراتيجي ستكون محور الملف الأول في المسائية بينما نناقش في الملف الثاني إعلان أردغان تغيير قواعد الاشتباك مع سوريا بعد إسقاط مروحية سورية وهل يعني ذلك أن أنقر لم تعد تكتفي بدعم مسلحي المعارضة وتوفير الإمدادات اللوجستية والعسكرية لهم وقررت الدخول مباشرة على خط الصراع السوري توقف مع موجز لأهم الأنباء وزميلي علي 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 تفضل عليه شكرا كمال مساء الخير لك وللمشاهدين قال نائب وزير الخارجية الروسي سرغي ريابكوف أن محققي الأمم المتحدة لديهم بالفعل الأدلة التي سلمتها سوريا لموسكو بشأن استخدام المعارضة سلاح الكيميائي وعبر ريابكوف عن خيبة أمله لعدم الالتفات إليها في تقرير المحققين وفي مؤتمر صحفي عقده في دمشق أعلن ريابكوف أن العلاقات الروسية السورية عميقة وقوية ولا تتأثر بالعواصف مشيرا إلى أن محادثاته مع الرئيس السوري بشار الأسد شملت التطبيق الكامل للاتفاق الروسي الأمريكي وأفاق مؤتمر جينيف 2 ودعا ريابكوف المعارضة السورية إلى تأليف وفد للمشاركة في المؤتمر الرئيس السوري بشار الأسد عرب عن تقديره لمواقف روسيا المساندة لبلاده حيال ما تتعرض له مما سمها هجمة وإرهابا تكفريا تدعمه دول غربية وإقليمية وقال الأسد بعد لقائه ريابكوف أن ذلك يبعث على الأمل برسم خارطة جديدة للتوازن العالمي أعلنت ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام سيطرة تامة على مدينة أعزاز بريف حلب بعد اشتباكات خاضها عناصرها مع الجيش الحر وتدور اشتباكات عنيفة بين الطرفين قرب معبر السلامة الحدودي في أعزاز وفي منطقة البرون في حلب قتل سبعة أشخاص وجرح خمسة عشر أخرون إثر سقوط صاروخ محلي صنع ما خلف دمارا كبيرا ذكرت صحيفة شروق الجزائرية أن جزائريين قتل في المواجهات الدائرة بجبل الشعانبي والقصرين بين الجيش التونسي ومجموعات مسلحة متشددة ووضحت الصحيفة أن الجيش التونسي نقل الجثتين إلى العاصمة تونس في انتظار وصول فرقة جنائية من خبراء الحرس الوطني الجزائري للتحقق من هويتين في اليمن اشتبكت قوات الأمن مع نشطاء من الحراك الجنوبي في عدن واعتقلت العشرات منهم قبيل مسيرات في المدينة رفضا للحوار الوطني ودهمت قوات من الجيش أحياء الشيخ عثمان والمنصورة وخاور مكسر والمعلى في محافظة عدن كذلك شهدت مدينة تارين بمحافظة حضرموط السيانا مدنيا لقوى الحرك إذن انتقدت الولايات المتحدة السلطات المصرية لاعتقالها جهاد الحداد المتحدثة باسم جماعة الإخوان المسلمين في مصر في وقت حث عزير الدفاع الأمريكي تشاك هجل السلطات المصرية على دفع خارطة الطريق السياسية قدوما ما انعزل الرئيس محمد مرسي حتى بدأت الولايات المتحدة تلوح بوقف المساعدات عن مصر خرج الرئيس باراك أوباما ليقول ان عزل مرسي سيؤدي الى مراجعة الكونغرس برامج المعونات على الرغم من محاولة واشنطن التوازن في موقفها لكن سرعان ما ظهر الرد الأمريكي على الإطاحة بمرسي ذلك بتشكيل لجنة لمراجعة المساعدات الأمريكية لمصر إضافة إلى اتهام واشنطن السلطات المصرية باعتقال مسؤولي جماعة الإخوان المسلمين على خلفيات سياسية فلا يخفى على أحد حماسة واشنطن لوصول جماعة الإخوان إلى الحكم ولسيما بعد أن حصلت على وعد من الجماعة باحترام الاتفاقيات المبرمة لم تردخ المعارضة للتهديد الأمريكي شكلت حملة امنع معونة وانطوى تحتها عدة أحزاب سياسية للتوقيع على رفض معونة الولايات المتحدة وبدأت السلطات المصرية تتحدث عن مصادر تمويل بديلة على رأسها روسيا يرى كثيرون أن التلميح الروسي بمساعدة مصر عودة إلى لعب دور كبير وتحول استراتيجي البعض أشار إلى زيارة وزير الخارجية نبيل فهم إلى موسكو على أنها إعادة تموضع لمصر زيارة تحمل في مضامينها ملفات سياسية واقتصادية وأمنية يرى البعض أن الولايات المتحدة أخطأت في ابتزاز مصر من خلال المساعدات فالمصريون أكدوا عدم التفريط بالسيادة حتى لو كان الثمن خسارة المعونة الأمريكية لكن ربما ما تخسره واشنطن بحسب الكثيرين هو حليف استراتيجي مهم قد يتجه نحو الفلك الروسي معي الآن مباشرة من القاهرة نطق باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي سعدت السفير بداية انتقاد أمريكي أو تنديد أمريكي لاعتقال السلطات المصرية للمتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين هذا ليس أول انتقاد أمريكي توالت الانتقادات سابقا كيف تعلقون على الملاحظات الأمريكية التي ترسل إليكم نظرنا بالفعل وتابعنا ما ذكرته المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية والتي تشير لمعارضة بلادها لما أسمته بالاعتقالات ذات الطابع السياسي في مصر ونحن طبعا نقول أن هذا فهم غير دقيق لما يحدث في مصر ليس هناك أي اعتقالات سياسية منذ صورة الثلاثين من يونيو أن ما يجري الآن من اعتقال لبعض الأشخاص هو يتم في إطار القانون وفي إطار احترام السلطة القضائية التي لها كل الاستقلالية وأن الحكومة الانتقالية لا شأن لها على الإطلاق بأي قرارات تصدر من سلطات التحقيق سواء بالضبط والإحضار أو الحبس أو إخلاء السبيل وهذا هو موقف في منتهى الوضوح كل من تم القبض عليهم كان بناء على أوامر من النيابة العامة كما ذكرت بالضبط والإحضار والتهم الموجهة إليهم هي تخص جرائم جنائية ولا علاقة لها على الإطلاق بعي أسباب سياسية ونضيف أيضا للعالم الخارجي حتى يفهم بالفعل ما يحدث في مصر بأن من يتم إلقاء القبض عليه يمثل أمام القاضي الصبيعي ويتم محاكمته وفقا للقوانين العادية ولا يتم تطبيق أي إجراءات السسنائية على الإطلاق طيب كلام مهم سعدت السفير هناك انطباع لدى المراقبين حاليا لما يجري في مصر بأن هناك نوع من التباعد بين القاهرة وواشنطن هذا حقيقي واقعي العلاقات بين مصر كدولة إقليمية محورية وبين الولايات المتحدة كدولة كبرى تستند إلى محورين أساسين الاحترام المتبادل والمصالح المشترك فهذا أمر واضح لنا وواضح للولايات المتحدة غير مقبول على الإطلاق لأي طرف خارجي كان أن يتدخل في الشأن المصري أو يمس سيادة المصرية وما نلحظه الآن من الجانب الأمريكي أن هناك تسليما الآن بإرادة الشعب المصري وإدراكا متزايدا بأن ما حدث في مصر هو ثورة شعبية حقيقية جسد خروج عشرات الملايين إلى الشارع وأن هناك فهما متزايدا من الجانب الأمريكي لما يحدث في مصر وأن المساعدات لا يمكن على الإطلاق استخدامها كأداء للتأثير أو للضغط لأن هذا غير مقبول على طيب الحديث عن المساعدات سعادة السفير يعني وسؤال أخير يتعلق بالنواية المصرية تجاه العلاقات مع روسيا وموسكو وزير الخارجية سيد نبي الفهمي كان في موسكو هل هناك توجه لدى القاهرة للاعتماد أو تنويع مصادر الاعتماد أو المساعدات وسيكون هناك مستقبلا توجه نحو روسيا بشكل أكبر يعني نحن لا نتحرك استنادا للسياسة رد الفعل أو استنادا إلى لعبة المحاور هذه المسألة غير مطروحة على الإطلاق وإنما نتحرك مع العالم الكاريجي في إطار توسيع الخيارات والبدائل أمام الاجتماعي الخارجية المصرية وبما يعظم المصطحة الوطنية المصرية والمصالح المصرية الآن نحن ممفتحون للتعاون مع جميع دول العالم هناك علاقات قوية مع الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي ونسعى إلى علاقات قوية أيضا مع روسيا كدولة عالمية لها صوت مسموع وكان لها تأثير هام جدا في الأزمة السورية من خلال المخترح الروسي الذي نزع فتيل الأزمة ونحن أيضا نتحرك مع جميع دول العالم بما في ذلك الصين والبرازيل والهند وغيرها بما يسهم في دعم المصالح الوطنية المصرية وقذب الاستثمارات والسياحة نعم سعد السفير بدر عبد العاطي الناطق باسم الخارجية المصرية حدثنا مباشرة من القاهرة أنا أشكرك جزيل أشكر على هذه المشاركة معنا معي الآن مباشرة لمناقشة العلاقات المصرية وسياسة الخارجية المصرية الأخيرة وخاصة الانتقادات الأمريكية والعلاقة مع روسيا معي الخبير بيشان الروسيا الدكتور إيمان يحيى دكتور إيمان يحيى بداية ذكر المتحدث باسم الخارجية بأن روسيا لها تأثير كبير في الأزمة السورية ونحن مهتمين بأن يكون لنا علاقات مع روسيا مصدر حكومي أيضا مصري اليوم يقول بأن روسيا تتعاهد بتوفير احتياجات مصر من القمح عبر اتفاقات طويلة الأجل بين ثلاث إلى خمس سنوات هذه مؤشرات يمكن قراءتها على أنها تحول استراتيجي في العلاقة بين البلدين لا شك أن العلاقات المصرية الروسية أخذت دفع كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين أولا وزير الخارجية المصري كانت له أول زيارة خارج المنطقة العربية إلى موسكو بالتحديد هذه أول زيارة له خارج المنطقة العربية وهذه الزيارة لها دلالة بلا شك وتوقيتها المسألة الأخرى والهامة أن ما حدث في 30 يونيو في مصر أعاد خلط الأوراق في المنطقة في المنطقة ليس في مصر وده مرتبط طبعا في المنطقة العربية ككل لأنه كان من المقدر لحكم الإخوان لو استمر أن ندخل في صراع سني شيعي في المنطقة وكانت هناك أحد عوامل صورة 30 يونيو وتحرك الجيش هو محاولة زج مصر في الصراع داخل سوريا الموقف المصري القوي بربض الضربة العسكرية الموجهة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا ورفض إعطاء غطاء سياسي لها أعتقد أنها نبهت الروس بشكل كبير إلى أن ما يجري في مصر الآن كان هناك علاقات مصرية روسية متميزة للغاية زمن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وبعد وصول السادات إلى الحكم في مصر كان هناك إعادة تموضع لمصر كما تعرف باتجاه العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية توجد باتفاق كام ديفيد كلمة أو مصطلح إعادة التموضع هل نكون مبالغين إذا قلنا بأن ما تفضلت به الآن هو مؤشرات على أن مصر تعيد التموضع مرة ثانية في التاريخ باتجاه موسكو دعني أذكرت بأن العلاقات المصرية الروسية رغم برود تلك العلاقات أيام الرئيس السادات وخاصة بعد عام 1974 استعادت بعض من الدفء أثناء حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وده ظهر في التعاون الاقتصادي اللي كان واضح وحتى صفقات التسليح لم تتوقف أيام الرئيس مبارك أنا أمامي الآن كشوف بحجمات حجم الصفقات في يناير 97 كان في حجم الصفقة وصل ل450 مليون دولار رغم ذلك هذا التعاون لم يكن ليوصف دكتور إيمان الظروف السياسية التي رافقته كان هناك تحالف بين مصر وبين الولايات المتحدة بشكل واضح ولم تكن الظروف السياسية مثل الآن الآن هناك حديث عن أن الخارطة السياسية أو حتى الجيو السياسية تتغير بالكامل إسرائيل مراقب دائم لكل الأحداث المتغيرة على الساحة المصرية زميلة رويدة بعيد تطلعنا على كيفية نظرة إسرائيل إلى العلاقات المتأزمة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بعد عزل الرئيس محمد مرسي نتابع أهلا بكم مما لا شك فيه أن إسرائيل تفضل الجيش المصري على الإخوان المسلمين تفضل النظام العلماني على النظام الديني في مصر هذا ما قاله بالحرف الواحد دانيا تومة الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي لم تفرح إسرائيل يوما بوصول الإخوان المسلمين إلى الحكم ولم تتردد في إظهار مخاوفها بعد عزل الرئيس محمد مرسي أو الانقلاب العسكري كما يرى البعض الآخر أظهرت إسرائيل فرحتها ودعي هود باراك رئيس الوزراء الأسبق العالم كله لدعم السيسي لكن هذه التصريحات الإسرائيلية المعلنة سبقت العنف الذي شهدته القاهرة إبان فضع تصامي الإخوان المسلمين في النهضة ورابع العدوية وسقوط قتلى وجرحة أحداث أربكت إسرائيل وأغضبت الولايات المتحدة التي بدأت منذ ذلك الحين بالتلويح بعصى المساعدات المالية إسرائيل التزمت الصمت بعدها تخبطا وتداركا أصدر رئيس الحكومة بن يمين تنياهو تعليمات واضحة إلى وزرائه بعدم الإدلاء بتصريحات في الموضوع لكن القادة الإسرائيليين يتحدثون بصفة مجهولين إلى الإعلام لا تريد إسرائيل أن تظهر في صف طرف يهدد مصالحا الاستراتيجية في المستقبل الإعلام الإسرائيلي والأمريكي تداول أخيرا اتصالات مكثفة بين الحكومة الإسرائيلية ومسؤولين أمريكيين لمنع المسي بالمعونات الأمريكية للجيش المصري لا ترى إسرائيل بحسب تصريحات مسؤوليها مصلحة لها في إضعاف الجيش المصري حاليا تضع نصب أعينها معاهدة السلام مع مصر وهي لا تريد طبعا أن يهزم الجيش المصري في معركته ضد الإخوان المسلمين وحلفائهم في المنطقة خصوصا في سيناء لكن هذا لا يعني أبدا أن إسرائيل تريد جيشا مصريا قويا قادرا على تهديد أمنها لذلك تلعب إسرائيل اليوم على حبال المتغيرات في مصر ما يجري هناك يجبرها على توخي الحذر ودراسة مواقفها بدقة ويبدو أن الصمت حاليا يجنبها الوقوع في فخ المتغيرات المتسارعة متغيرات غير متوقعة تربكها لكن بالتنصيق مع حليفتها الأمريكية تزين إسرائيل الكلام والأفعال كله حفاظا على أمنها وأمنها هذا المرخص للموقف الإسرائيلي مما جرى في مصر وتتسم المواقف عموما بعدم الوضوح تجاه ما يجري أو جرى في مصر في الفترة الماضية معي بالإضافة لضيفي من القاهرة أيضا ينضم إليه الآن رئيس تحرير مجلة الديمقراطية السيد الأستاذ بشير عبد الفتاح أستاذ بشير عبد الفتاح يعني كنا نتحدث في التقرير عن الموقف الإسرائيلي فيما جرى في مصر وعن العلاقة بين القاهرة موسكو والقاهرة الولايات المتحدة الأمريكية هل تعتقد أن هناك تباينا في الموقف الإسرائيلي والأمريكي تجاه الحكم الجديد في مصر من الصعب أن نقارن ما بين الموقفين الأمريكي والروسي ثمت مشتركات ما بين الرؤيتين وهي انعكاس ما يجري في مصر على مصالح الدولتين في المنطقة فارق صغير يبدو في اعتماد أو تبني أي من الدولتين الكبيرتين لقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان الولايات المتحدة أخذت على عاتقها دائما تسويق هذه الأفكار كمبادئ مرجعية للسياسة الخارجية الأمريكية ولكن هذا من مظور المدرسة المثالية تسمح لي سألتك عن إسرائيل والولايات المتحدة هل من تباين هل تعتقد أن هناك خلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة في طريق التعاطي الإدارة الأمريكية مع الحكم الجديد في مصر نعم أعتقد أن نقطة التوافق ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل هي القبول بأن تقول السلطة في مصر إلى القوات المسلحة كونها الطرف الذي في وسعه أن يحافظ على اتفاقية السلام المبرمى بين مصر وإسرائيل في العام 1979 والتي تضمن استقرار مصر في الداخل الذي ينعكس بالإيجاب على استقرار المنطقة ككل وكذلك استمرار التعاون الأمريكي المصري القائم بالأساس على تعاون تسليحي مساعدات عسكرية تدريب للقوات المسلحة أيضا في الولايات المتحدة هناك انقسام في الرؤية بشأن التعاطي مع طيارات الإسلام السياسي البنتاجون يرى أن طيارات الإسلام السياسي لا يمكن الرهان عليها وأن يكون هناك إسلام لبرالي معتدل بينما البيت الأبيض وإدارة أوباما كانت تراهن على إمكان استنساخ التجربة التركية في مصر وأن يكون هناك إسلام لبرالي ديمقراطي معتدل يسد الباب أمام الإسلام الجهادي التكفيري الذي يستخدم العنف ويناهض الولايات المتحدة والغرب كانت هناك تباينات في الرؤى ما بين البنتاجون والبيت الأبيض لكن في إسرائيل هناك اتفاق مع البنتاجون في هذا الإطار وهو رفض صعود الإسلام السياسي أيا كان شكله أو أيا كانت مرجعيته لأن إسرائيل تتفق مع البنتاجون بأنه لا ينتجد فوارق جوهرية ما بين فصائل الإسلام السياسي وكلها ربما تشتد سيد بشير أنا سأعيد سأعيد لو سمحت طرح عليك أيضا الفكرة المتعلقة وكنا نناقشها مع الدكتور إيمان يحيى قبل قليل من القاهرة التحركات الدبلوماسية والسياسية المصرية الأخيرة المتعلقة بزيارة وزير الخارجية المصرية نبيل فهمي إلى موسكو والعروض التي قدمت موسكو لمساعدات لمصر تحديدا في موضوع القمح البعض يرى منهم ضيفنا الدكتور إيمان بأن هذه مؤشرات على أن هناك شيء جديد في العلاقة بين القاهرة وبين موسكو وأنا سألته هل من المبالغة القول أن القاهرة تلوح أو هي بصدد أو أن هذه مؤشرات على إعادة تموضع في السياسة الدولية التي تعتمد اليوم على الفرز وتبرز فيها موسكو كمحور كقطب نعم روسيا منذ أن جاء فلاديمير بوتين في صدارة المشهد السياسي في الكريملين سواء كان رئيسا أو رئيسا للوزراء وهي تحاول استعادة دورها العالمي وتحاول ترميم علاقاتها مع حلفاء وأصدقاء قدامة وهو بدأ يتخذ خطوات إيجابية في التواصل والزيارات والعروض ولكن ما يحكم العلاقات الروسية العربية والمصرية تحديدا اعتبارات عديدة يعني الماضي ربما يقف حجر عثرة أمام التقارب المصري الروسي برغم هذه العروض حتى مسألة القمح حولها تساؤلات عديدة بشأن نوعية وجدية القمح الروسي ثم تقارير عديدة صدرت في مصر في السابق بأن القمح الروسي مصارتا وأنه لا يصلح البعض فسر ذلك بأنه مؤامرة على توطيد العلاقات الروسية المصرية مجددا والبعض ارتأى أن ذلك يسد باب الأمل أمام التقارب ما بين البلدين في النشاط التسليحي على سبيل المثال لا يمكن للروسيا أن تخرج عن التوافق الروسي الأمريكي بشأن تصدير السلاح إلى دول الشرق الأوسط لأن السوق الشرق أوسطي باستثناء سوريا والجزائر واليمن نسبيا هو سوق أمريكي بالأساس مصر تلجأ في الآوينة الأخيرة إلى إعطاء إشارات الولايات المتحدة بأن التبعية لها والاعتماد الكل على التسليح والتدريب الأمريكيين ربما يكونوا جزءا من الماضي لأن واشنطن حينما لوحت بقطع المساعدات العسكرية ردت القاهرة بأن هناك مساعد لتنويع مصادر السلاح ولكني أظن أن ذلك عمليا أمر صعب على الأقل في المدى القصير الارتباك الذي يشب العلاقات الأمريكية المصرية ربما يفتح الباب أمام تحركات روسية على المدى القصير ولكن ربما لا يتتطور هذه المناورات والتوافقات إلى علاقات راسخة المعالم والركائز إذا ما استعيدت العلاقات المصرية الأمريكية أو استعادت رونقها بعد أن تستقر الأوضاع في مصر تكون هناك انتخابات رئاسية سيد بشير نسأل ضيفي الدكتور إيمان يحيى حول أيضا هل يمكن لروسيا أن تتجرأ دعني أقول يعني أو يمكن لروسيا أن لا تحسب حساب بأن هناك مناطق نفوذ في الولايات المتحدة الأمريكية هناك تحالف استراتيجي بين مصر والولايات المتحدة هل يمكن لموسكو أن تتجاوز ذلك وأن تمد يدها أو تصل أو تدخل إلى مناطق معروفة بأنها مناطق نفوذ لأمريكيين بالنسبة لموسكو هناك مصالح مشتركة مع القيادة المصرية الحالية كان هناك تحالف استراتيجي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية على مدى السلسة عقود الأخيرة ولكن في لحظة معينة شعر الشعب المصري وقواه السياسية وقيادة الجيش المصري أن هناك خط أحمر تم اختراقه وهو يهدد الدولة المصرية في الصميم أنت نهار وأنا يمكن مختلف مع دكتور بشير في كلامه عن أن البنتاجون يتفق مع إسرائيل على عدم صعود الإسلام السياسي إلى سدة الحكم الإخوان المسلمين جاءوا إلى الحكم بمساندة أمريكية وما زالت الولايات المتحدة يمكن الخبر من حوالي نص ساعة عن جهاد الحداد يبين إلى أي مدى هناك دعم أمريكي للإخوان المسلمين هناك خطة كانت موجودة في الشرق الأوسط لصراع سن شيعي وجر مصر إلى هذا الصراع هناك اتفاق كبير مع قوى الإسلاموية في المنطقة وكان مع الولايات المتحدة الأمريكية ماذا يجمع بين موسكو ومصر؟ أولا مكافحة الإرهاب مصر كان لها موقف متميز جدا أيام أزمة الششان ورفضت تدخل في الشأن الروسي وأخذت موقف متوازن كلام عن مكافحة الإرهاب كان في المحادثات التي تمت بين إسماعيل فاهمي وسيرجي لافاروف نبيل فاهمي الكلام أيضا عن القمح الروسي طيب قبل ما نحكي عن القمح الروسي دكتور إيمان هو وقوف ضد يعني إذا قلنا عن الإرهاب فالتقاطع يجب أن يكون أيضا مع الولايات المتحدة التي رفعت هذا الشعار لكن إذا كان الموضوع محاربة الحركات الإسلامية فربما أو صعود الإسلام السياسي ربما يكون هناك تقاطع في المصالح بين القاهرة وموسكو والله سيناء في خلال السنين الأخيرة وفي خلال يعني حصل طفرة في السنة الأخيرة بتاعت حكم الإخوان أصبحت يعني بؤرة يجيب كل الإرهابيين العالم ويروحوا سيناء بمثابة معزل لهؤلاء الإرهابيين في داخل هذه المنطقة ولذلك أكثر من ذلك أنا أعوز أن أوصل لموضوع الأمح الأمح في فترة من فترات الرئيس مبارك استورطت مصر كميات كبيرة من القمح الروسي عندما أجريت تحقيقات بعد ذلك وجد أن سبب هذا القمح اللي كان من نوعية رضيئة سوء التخسين والتحقيقات أثبتت هذا الكلام أنا أعوز أتكلم كمان عن المزاج الشعبي إحنا في حالة ثورية بأننا سنتين ونص لابد أنقل هذا المزاج الشعبي اللي في القاهرة إلى المشاهد العربي المزاج الشعبي في القاهرة الآن تجد كثيرين من الناس ومن الشعب البسيط في طوق إلى استعادة العلاقات الروسية ويطلبوا بزيارة لبلاديمير بوتون إلى القاهرة وكأنها ردنا على زيارة نيكسون سنة 74 تتذكروا تسمح لي دكتور إيمان أن ننتقل مجددا لأستاذ بشير عبد الفتاح لسؤاله حول هذه النقطة وموضوع المزاج الشعبي وأستاذ بشير وأيضا هل الولايات المتحدة أستاذ بشير تضايق الإدارة الجديدة عبر البيانات اتصال شاك هيجل بعبد الفتاح السيسيلي دفع خريطة الطريق طلب الولايات المتحدة رفع حالة الطوارئ بشكل دائم هل الولايات المتحدة قادرة أن تتحمل أن تفقد مصر وهل موسكو جاهزة لأن تملأ الفراغ أعتقد أن هذا السؤال الهام مركب ويتضمن أكثر من محور إذا ما تناولنا المحور الخاص بشاك هيجل وانتصاله بالفريق السيسي أربط الإجابة عليه بما تفضل به الدكتور إيمان وهو أنني قلت بأن الجيش الأمريكي أو البنتاجون يتفق مع إسرائيل نعم هناك وجهتها نظر داخل الإدارة الأمريكية وأنا قلت ذلك البيت الأبيض كان يراهن على إسلام سياسي معتدل لبرالي ديمقراطي بينما البنتاجون كان يشكك في هذا الأمر حتى فكرة تسويق نموذج إسلامي هي فكرة لدى البيت الأبيض فقدنا الاتصال بأستاذ بشير عبد الفتاح رئيس تحرير مجالة الديمقراطية من القاهرة على كل حل أنا أشكرك جزيلا شكر مع المعذرة أستاذ بشير وأيضا كل الشكر لدكتور إيمان يحياء الخبير في الشان الروسي حدثنا مباشرة من القاهرة على مدار العقود الثلاثة الماضية قدمت واشنطن إلى مصر ما يزيد عن 40 مليار دولار على شكل مساعدات عسكرية واليوم يمثل التلويح الأمريكي بقطع هذه المساعدات تهديدا للعلاقات بين البلدين نتابع التقرير لحسن حجازي أول رد لوحت به الإدارة الأمريكية على عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي كانت تهديدة بقطع المساعدات العسكرية بالرغم من عدم الإعلان رسميا عن هذا التعليق إلا أن وكالة التعاون الأمني الدفاعي أجلت تسليم أربع طائرات أف ستة عشر وعشر طائرات هليكوبتر من نوع أباتشي كذلك ألغت واشنطن مناورات النجم الصادع المشتركة مع القاهرة نائب مدير الوكالة نفسها حذر من وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر بسبب التكليف المترتبة عن فسخ العقود مع شركات التسليح وفق معهد واشنطن للدراسات تتلقى مصر حاليا مليار دولار فاصل ثلاثة كل عام في إطار برنامج يسمح لها بشراء المحدات العسكرية الأمريكية بالتالي فأن أي إضرار بها سيؤدي إلى مزيد من التآكل لما كانت واشنطن المتدنية لدى المصريين وفق المعهد في هذا الإطار يرى القائد السابق للقيادة المركزية للجيش الأمريكي أن واشنطن تحتاج مصر في الاستفادة من قناة السويس وفي التزام باتفاقية السلام مع إسرائيل هنا يسير عكس الأحداث موضوع تزويد البنتاجون الجيش المصري بمعدات للسيطرة على الحدود مع قطاع غزة والمساعدة في كشف الأنفق التردد والانقسام الأمريكي قد يدلان على صعوبة خسارة موقع مصر في ظل ما يجري في الشرق الأوسط من هنا جاء كلام وزير الخارجية الأمريكي بعد شهر على عزل مرسي بأن الجيش المصري كان يستعد الديمقراطية وإلى الملف الثاني في المسائية أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردغان أن الجيش التركي قام بما علي عبر إسقاط مروحية سورية أمس كلام أردغان جاء خلال مؤتمر صحفي قال فينا قواعد الاشتباك في المواجهات العسكرية مع سوريا قد تغيرت القوات المسلحة التركية قامت بما كان عليها فعله إن تركيا غيرت قواعد الاشتباك في المواجهات العسكرية مع سوريا وبات يسمح للعسكريين الأتراك بالتوجه إلى مناطق معينة وهذه القواعد الجديدة سيتم اليجوء إليها في بعض الحالات مثل انتهاكات الحدود وهذه القواعد تم اتباعها بعدما رفضت المروحية السورية الانتسالة لطلقات تحذيرية عديدة من جانب الأتراك أعلانه رئيس الوزراء التركي تغيير قواعد الاشتباك مع سوريا قد يكون للبحث عن دور له في أي تسوية مع الحديث عن التفاهم الروسي الأمريكي أو ربما لعرقلة أي اتفاق تقرير قاسم عز الدين قواعد الاشتباك الجديدة باتت تسمح للعسكريين الأتراك بالتوجه إلى مناطق معينة لم يحددها أردوغان في إشارة ضمنية إلى أن هذه المناطق قد تكون داخل الأراضي السورية جاء ذلك على وقع تصريح وزير خارجيته بأنه لا يتوقع ردا سوريا لكن أردوغان حذر من اختبار جأش تركيا بحسب تعبيره أحمد داود أغلو توعد من تسوي له نفسه خرق الحدود برد حازم لكن صحيفة حرية التركية اتهمته بالعيش في عالم بعيد عن العالم فالكل يعرف كيف يعبر مسلح جبهة النصر الحدود ذهابا وإيابا حتى باتت كالمنخل على مقالة الصحيفة محافظ شانلي أورفا أكد بدوره أن الحدود التركية مخترقة من كل حدب وصوب ولا أحد يعرف من يدخل ومن يخرج المعارضة التركية تتهم أردوغان بافتعال التصعيد على الحدود السورية لأسباب داخلية فقد هدد المعارضة بأن تركيا ليست مصر ولا سوريا وهو يحاول الإيحاء بأنه يمسك بزمام الأمور على الحدود كما اتهمه حزب الشعب الجمهوري المعارض في هذا السياق قالت الكاتبة أصل أيضا في صحيفة مليت إن رمي تركيا في هذه الدوامة يصب في مصلحة أردوغان وحسب إنما قد يتجاوز هذا التصعيد المفاجئ للطرابة الداخلية والصراع بين أردوغان والمعارضة على ما يرى الفروفوسور مسعود كاشين من جامعة اسطنبول فالتفاهم الروسي الأمريكي على الحل السياسي في مؤتمر جينيف لا يلحظ دورا لأردوغان الذي حرق مراكبه في سوريا فبينما كان الاتلاف السوري يعد العدة في اسطنبول لتشكيل حكومة انتقالية بديلة لاتفاق جينيف كان لابد أن يصاعد أردوغان في مراهنته على فشل جينيف بحسب بعض الخبراء الاستراتيجيين ولمناقشة هذا الملف معي الآن مباشرة في الستوديو الخبير في الشيون التركية الدكتور محمد نور الدين ومن اسطنبول معي الآن مباشرة الدكتور سمير صالحة أستاذ العلاقات الدولية في جامعة اسطنبول أبدأ معك دكتور محمد نور الدين في الستوديو بالحديث عن إسقاط الطائرة السورية هل هذا الإسقاط كان إسقاطا سياسيا أكثر منه حادثة عسكرية عابرة يعني العاملان متداخلان في هذا الموضوع أولا هناك اعتراف سوري بأن الطائرة قد اخترقت الحدود المجال الجوي التركي الأتراك قالوا بحدود 2 كيلو متر إذا كان الهدف إسقاط طائرة هو انتهاك الحدود فهذا أمر أنا بتأديري أمر طبيعي ورد فعل طبيعي من جانب الأتراك لكن كل ما قيل فيه ما بعد من قبل مسؤولين الأتراك كان يدخل في الإطار السياسي أولا إن كان رئيس الحكومة أو الرئيس الجمهورية اليوم تحدث لأول مرة أو وزير خارجية أدخل إسقاط طائرة ضمن ما يسمى قواعد الاشتباك التي وضعتها تركيا بعد إسقاط طائرة تركية في 22 حزيران يونو من العام الماضي قواعد الاشتباك كانت تعني أنه عدم اقتراب أي طائرة سورية على مسافة 5 كيلومتر داخل الأراضي السورية وليس داخل الأراضي التركية ومنع الطائرات السورية من التحليك داخل أراضي السورية بعمق 5 كيلومتر الآن هل أسقطت هذه الطائرة بموجب قواعد الاشتباك هذه أم لأنها انتهكت الحدود السورية التركية الأتراك يحاولون يركزوا على أنها قواعد الاشتباك بمعنى أنهم يفرضون قواعد اللعبة وأنا بالتقدير هذا التضليل للرأي العام لأن الطائرة انتهت الحدود وأسقطت في المجال الجوي التركي ضربت هناك ولكن سقطت في الأراضي السورية هذا أولا ثانيا الأتراك في هذه المرحلة يواجهون العديد من الخيبات والمآزق أولها أنهم لم يرحبوا بتسوية الكيمائية بين روسيا وحاول السلاح الكيمائي السوري بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي أعتقد أنه هني إسقاط الطائرة رعب أنه كان مثل مآل السوريين كان يمكن ألا يسقطوها وأن تعود خاصة أنه هي تحلق على ارتفاع شاهق وبالتالي ليس هناك من خطر كان يمكن ألا يسقطوها وبالتالي إسقاط هذه الطائرة أنا متأدير هو محاولة أيضا للتشويش على الأقل أن لم يكن لفتريب عمليات التسوية الكيمائية في السورية تحدثت عن مآزق وخيبات مآزق وخيبات من ماذا أن الأتراك خرجوا من معادلة الجنائية أول شيء هنا كانوا خارج تسوية الكيمائية يريدون أن يشوشوا إن لم يكن يخربوا هذه التسوية من خلال القصد في إسقاط الطائرة تاني شيء أردوغان يواجه الآن تجدد تحركات الشارع في الداخل تظاهرات متعددة من أسطنبول لأنقرة لأنطاقيا وما إلى ذلك وبالتالي هو يبحث عن ما يمكن أن يحفظ له ما وجهه وهيبته في الداخل وبالتالي كان إسقاط الطائرة هو محاولة لإعادة تحشيد الرأي العام التركي حوله وحول سياساته أيضا أنا أعتقد أنه تطورات بالداخل السوري من سيطرة الأكراد في المناطق الكردية من حيث المبدأ في شمال سوريا تقدم القوات الأصولية على حساب الجيش السوري الحر وتركيا طبعا تدعم الجهتين اليوم دكتور بالمناسبة الحديث عن ما يجري على الجانب السوري من الحدود اليوم هناك معارك داخلية بين أطراف داخلية في المعارضة السورية سواء كانت المتطرفة التكفيرية والجيش الحر وهذا على حدود تركيا كيف يؤثر ذلك على الحكومة التركية الحالية خاصة بأنها متهمة من المعارضة التركية والأحزاب التركية بأنها هي من تفتح مشكلة الحدود فتحت بعد إسقاط الطائرة أنك تحمي الحدود في الجو لكن حدودك منتهى كافة على الأرض ويدخل منها السلاح ويخرج كما تقول المعارض بالواقع الأتراك عندما استمروا في دعمهم لكل أطياف المعارضة السورية سواء الجيش السوري الحر وكانت البداية مع الجيش السوري الحر أسسوهني ووضعوا قيادته في الداخل التركي ودربوه وما إلى ذلك ثم بدعم كل مقاتلي الأصليين الذين كانوا يأتون من كل أنحاء العالم وفي مقدمة من جفهة النصرة كان موقف التركي المبدأ يدعم كل أطياف المعارضة في وجه عدوين العدولة وهو الجيش السوري النظامي والعدو الثاني هو القوات الكردية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي لكن أنا بتأديري خصوصا بعد التطورات التي جرت في مصر وخلع الأخوان المسلمين هناك والتوتر السعودي التركي حول القضية المصرية أنا بتأديري هذا ينسحب أيضا على الداخل السوري يعني بقدر ما يتقدم الأصليون والتكفيريون واجبهة النصرة وما إلى ذلك أنا بتأديري بقدر ما يتراجع النفوذ التركي في الداخل السوري رأي أن الأطراف يدعموا كل أطراف إذا كان عدو مشترك إذا كان الأكراد أو نظام في سوريا لكن عندما تكون الاشتباكات بين أطراف المعارضة نفسها أنا أعتقد أن هناك تقدم للدور السعودي في الداخل السوري على حساب النفوذ التركي وبالتالي أعتقد أنه ما يجري وخصوصا إذا كان سيطر على المعابر على المنطق القريبة والحدود التركية الحدود التركية السورية تشبه الوضع السياسي بين البلدين في حال التوتر شبه دائما أبرز الاشتباكات عند الحدود بين البلدين في هذا التقرير لمحمد محسن السلام عليكم ليس بالتصريحات النارية وحدها تسير العلاقات السورية التركية بل تعدد ذلك في لحظات محددة إلى منواشات بالنيران برا وجوا ليس خافيا على أحد حجم الصراع بين الدولتين تركيا تؤيد وتدعو إلى إسقاط النظام السوري وسوريا دائما ما تتهم تركيا بدعم المجموعات التي تصنفها دول العالم إرهابية كجبهة النصر آخر التحام عسكري كان في الجو في السادس عشر من أيلول سبتمبر الفائت أسقطت طائرة تركية مروحية سوريا سوريا عدت ذلك رغبة مبطنة من أنقرة بالتصعيد فيما عدته تركيا حقا بعد تجاوز الطائرة السورية الحدود التركية السيناريو نفسه تكرر العام الماضي لكن بصورة معاكسة في الحادي والعشرين من حزيران يونيو أسقطت الدفاعات الجوية السورية طائرة حربية تركية من نوع فانتوم فوق سواحل اللاذقية الحدود البرية شهدت توترات والفاعل هذه المرة بقي مجهولا في المنطقة الفاصلة بين البلدين عند معبر باب الهواء الحدودي وقع انفجار قبل أشهر استهدف وفدا من الاتلاف السوري المعارض لكن الوفدة لم يكن قد وصل بعد إلى نقطة التفجير وشهد الثلاثاء الماضي انفجارا آخر عند المعبر الحدود بين البلدين تشهد أحيانا مناوشات محدودة جدا بالقضائف المدفعية هذه المناوشات لم تؤدي والتي يحصل بعضها غالبا نتيجة سقوط قضيفة خطأا داخل حدود دول الجوار لم تؤدي إلى اشتباكات مباشرة الاشتباكات يبدو أنها تحدث بالوكالة تؤكد سوريا أن المقاتلين التكفيريين يدخلون إليها عبر الحدود التركية وكذلك الأمر بالنسبة إلى أسلحتهم وتدريبهم وفي المقابل تتهم تركيا دائما سوريا باللعب بالورقة الكردية عبر دعم وتسليح حزب العمال الكردستاني علاقات متوترة وصلت في الآونة الأخيرة عندما هددت الولايات المتحدة بضرب سوريا إلى مرحلة التهديدات المتبادلة بين البلدين بالقصف المباشر ولا يتوقع للتوتر أن ينتهي إلا بتغيير داخلي تركي أو برحيل النظام السوري أو بتسوية شاملة للأزمة السورية هذا كل شيء الآن عودة إلى النشرة وللتعليق على هذا معي الآن مباشرة أستاذ العلاقات الدولية في جامعة إسطنبول الدكتور سمير صالحة دكتور أعرف أنك لم تكن تستمع للحوار الذي يجري فيه للسوديو لذلك سألخص لك ما كنا نتحدث به عن طريق الأسئلة لأخذ رأيك كما أخذت رأيي ضيفي الدكتور محمد نور الدين بذلك ضيفي أثرنا معه نقطة تتعلق بملاحظة وهي الاستخدام السياسي السريع لحادثة إسقاط الطائرة وهذا ما دفعنا للتساؤل هل كان إسقاط الطائرة حدثا سياسيا بامتياز أو يتقدم على كونه حدثا عسكريا نعم أظن أن ما جرى الآن هو حدث عسكري الحدث السياسي بدأ كما نعرف جميعا العام المنصرم في حزيران المنصرم بعد إسقاط المقاتلة التركية في فوق المتوسط هناك كان اجتماعات أمنية وسياسية في تركيا على أعلى المستويات وتأخذ قرار تغيير قواعد الاشتباك كما نقول نحن هنا في تركيا وعلى هذا التغيير وهذه القرارات كانت هذه الترجمة التي عشناها قبل ثلاثة أيام من خلال إسقاط المروحية السورية طيب دكتور أيضا ضيفي الدكتور محمد نور الدين أشار إلى نقطة إلى أن رئيس الوزراء التركي يحاول لفت أنظار الداخل ولفت أنظار الشارع التركي عن المآزق الداخلية والمشكلات الداخلية والتظاهرات التي تعاني منها الحكومة التركية هل تعتقد بأن هناك استخدام لهذه الحادثة لتسوية أمور داخلية صحيح توصيفي للأمور إذا ما كنت تسأل عن موضوع إسقاط الطائرة وربطه بمسار العملية السياسية الداخلية فأنا لا أظن إطلاقا لأن هذه الحادثة أنا رأيي شخصي هنا لها علاقة مباشرة بنتائج جينيف نتائج التفاهم الأمريكي الروسي الذي أزعج الأتراك وأزعج حكومة العدالة والتنمية تحديدا أظن أن هذا التطور العسكري الأخير له علاقة مباشرة بأن تركيا أيضا تريد أن توجه رسائل قدر الإمكان طبعا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى روسيا أنها لن تقبل بأي اتفاق يكون على حسابها يعني أن يكون هناك اتفاق وهي التي تستضيف مئات الألاف من اللاجئين وهي التي تتحمل لعبء قوي في مناطقها الحدودية بسبب الأجمال السهولية يعني يمكن اعتبار ذلك دكتور سمير بأن هذا التطور بأن هذا التطور هو رسالة تعبر عن انزعاج أنقرة من ما جرى من توافقات أمريكية روسية نعم مئة بالمئة هذا رأيي الشخصي وهذا ما أقوله أنا يعني أنه هذه المسألة إسقاط الطائرة المروحية السورية أظن أنه رسالة ليست بالدرجة الأساسية إلى الداخل التركي لأنه الداخل التركي كما تبعنا بعد الحادث كان هناك دعم واسع في الإعلام حتى المعارض لرجب طيب أردوغان طبعا باستثناء بعض الجماعات الهامشية أو الماركسية المتشددة في تركيا غالبية الإعلام والداخل وقف إلى جانب حكومة العدالة والتنمية وعنونا مشجعا ودائما لما جرى لكن أظن أنه النقطة الأساسية أو الرسالة الأولى لحكومة العدالة والتنمية هي إقليمية البعد أو لها بعد دولي حيال لا أقول استبعاد تركيا أو الدرجة الأساسية عقد اتفاق قد يكون على حساب أنقرة وحكومة العدالة والتنمية سمحنا دكتور سمير أن نأخذ رأي الدكتور محمد نور الدين بنقطة هامة أثرتها وتتعلق بالانزعاج التركي من التوافقات الأمريكية الروسية وحادث الطائرة ربما يكون نوع من الرسالة نوع من ردة الفعل العنيفة التي تضع أنقرة خارج المعادلة أو تريد أن تقول أنني خارج المعادلة الآن وأتصرف بشكل مستقل يعني الجميع تابع الموقف التركي من مسألة احتمال توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا ويتذكر كيف أن تركيا كانت في مقدمة الدول الأكثر تحريضا على تنفيذ هذه الضربة بل أكثر من ذلك تخطى وزير الخارجية وبالطبع كل حكومة رجب طيب أردوغان ثوابت في الدبلوماسية التركية عبر التاريخ الحديث وعندما قال أنه حتى لو لم يصدر قرار عن مجلس الأمن نحن كنا مستعدين على أن نشارك في تحالف دولي لضرب سوريا يقول اليوم أردوغان يقول اليوم لسنا مستعدين للتدخل بالشؤون الداخلية للدول المجاورة الخطاب رجب طيب أردوغان تحديدا ووزير خارجيتي حمل في السنة الأخيرتين الكثير من التضليل والأكاذيب والخداع والإزدواجية مثال؟ مثال على ذلك عندما قال غير سوريا لنأخذ المثال السوري مباشرة أنه الأكثر حيوي والأكثر تعبيرا عن هذه الإزدواجية عندما رجب طيب أردوغان وأحمد داودولو قالوا أنه أسقطنا الطارئ لأننا انتهكت الحدود وكما تعرف كل الصحبة التركية اليوم والأمس تكرت أن هذه الحدود مفتوحة لا أحد يعرف كيف من يدخل ومن يخرج يدخل مسلحون نهارا ويعودون ليلا وما إلى ذلك وبالتالي هناك إزدواجية في طريق التعامل مع الأزمة السورية هذا الموقف التركي كان رهينة شعار رفعوه إما نحن وإما نظام السوري ولم يحيدوا عنه وهذا أمر غير مستساع في العلاقات الدولية خصوصا من قبل دولة إقليمية كبرى مثل تركيا لذلك عندما تم التواصل إلى اتفاق كيماوي في موسكو بين بوتين وأوباما لفروف وكيري كانت المفاجأة والصدمة كبيرة لألاتراك لأنه كان يعتقدوا أن الفرصة كانت حانت للتخلص من نظام بشار الأسد ولكن بما أن الأمر لم يحصل على هذا النحو وجدت تركيا نفسها خارج اللعبة حتى داود أقوله عندما ذهب إلى باريس إنما استدعيا من قبل جون كيري ولم يشارك في الغداء بل شارك في تناول طعام الحلوى بعد الغداء يعني هذه أمور شكليات لكن تعني كم أن تركيا أصبحت خارج اللعبة وخارج التأثير ولا تجد الآن ما يمكن هل أنت توفقت نوعا ما مع الدكتور سمير في موضوع أن تركيا خارج المعادلة أو خارج اللعبة ولكن إلى متى يمكن أن تبقى خارج المعادلة وما هي السياسة التي يمكن أن تنتهجها تركيا وهي تعتبر نفسها فاعل في الأزمة السورية تحمل تلعب الأكبر تحدث الدكتور سمير قبل قليل عن لاجئين أنت تتحدث عن دعم مسلحين واستضافة الهيكل السياسي المركزي للمعارضة وهو الاتلاف دكتور سمير أنقل هذه التساؤلات إليك مباشرة وأيضا موضوع ما تحدث عنه عن العلاقات مع الدول الأخرى يعني بمناسبة كلام إردوغان عن أنه لا يتدخل بالشؤون الداخلية السياسة صفر مشاكل تحولت إلى صفر علاقات كما يقول البعض مع العراق طارق الهاشمي قضية طارق الهاشمي مع إيران مع مصر الآن ومع سوريا فضل نعم أنا أكثر ما يقلقني في الأيام المقبلة أنه طبعا العلاقات التركية السورية متراجعة ومتداورة ويتدور يوما بعد آخر بشكل متزايد الأصابع الآن هي على الزناد إسقاط الطائرة المروحية السورية قد تكون مقدمة الآن مع الأسف أقول هذا الطرح لما كنا نتجنبه دائما في علاقات التركية السورية أن ندخل في هذه المواجهات العسكرية المباشرة في العام المنصرم كما تتذكر عندما أسقطت المقاتلة التركية تركيا حركت حلف شمال الأطلسي في إطار المادة الرابعة كما نعرف جميعا والأطلسي وقف إلى جانب تركيا في رفع البطاقة الصفراء وليس البطاقة الحمراء الآن على ضوء إسقاط المروحية أظن في الأيام المقبلة سنبدأ مناقشة هل ستحول هذه البطاقة من صفراء إلى حمراء أولا ما أقصده تحديدا أكتب أنا وأنت سيناريو أتمنى أيضا أن لا يقع إطلاقا أنه إسقاط هذه الطائرة الآن على ضوء ما أعلنته أنقرة بالآمس وقالت أن هذه الاستراتيجية الجديدة لا علاقة مباشرة بتغيير قواعد الاشتباك ما لا يعني قواعد الاشتباك في تركيا أجلس لك معنى ذلك معنى ذلك حق الدفاع عن النفس حق الرد المباشر والشفافية المطلقة في إطار القانون الدولي وما يدنعه لتركيا من مواد في الرد المباشر حادثة الطائرة أتت بهذا الإطار الآن على الأرض ميدانيا أنا متخوف أن تبدأ العمليات الحربية بشكل أو بآخر كان هناك أكثر من تجاوز وأكثر من طلقات وقذائف دخلت الأراضي السورية أو الأراضي التركية والطرفين تحليا بالحكمة ولم يرد الآن هل سستحول هذه المواجهة في الأيام المقبلة إلى مواجهة برية في إطار قواعد الاشتباك سنرى أن كان دكتور سمير صالحة أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الصنبول أنا أشكرك جزيلا الشكر دكتور محمد نور الدين أنقل إليك هذا التساؤل حادثة الطائرة وتغيير قواعد الاشتباك التي تحدث عنها أردوغان سيكون هذا بداية لتدهور عسكري سيكون على الحدود البعض بدأ يتخوف اليوم أن تركيا ربما تأخذ على عاتقها بشكل منفرد أن تقيم مظلة جولئي جوية على الأقل بعمق يسمح لها بذلك داخل أراضي السورية لا يعني اسمح لي أن خالف رأي صديقي وزميلي دكتور سمير في هذا الأمر تركيا الآن أبعد ما يمكن أن تكون عن تفجير الوضع مع سوريا مجرد الاعتراف السوري أن الطائرة انتهكت الأجواء هو نزع لفتيل أي محاولة تركية لتفجير الوضع مع سوريا هذا أولا ثانيا الآن بعد الاتفاق الكيماوي لا يمكن لأي طرف خصوصا من القوى والأدوات التابعة للمتحدة الأمريكية أن تتصرب بمفردها يعني في الفترة التي كان يمكن لتركيا أن تتدخل في سوريا وأن لم تفعل ذلك وهي الآن أكثر عزا وأقل قدرة على المناورة لأن تدخل هذا الباب يعني تفجير العسكري مع سوريا في ظل السعي لتنفيذ الاتفاق الكيماوي وبالتالي ذهاب إلى جينيف رقمين دكتور محمد نور الدين انتهى الوقت للأسف الشديد شكرا لك الخبير في أشؤون التركية والشكر لدكتور سمير أيضا صالحة في اسطنبول مباشرة إلى فقرة الماضي الحاضر ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر